بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة يعرفون الحق ويعرفون الباطل ويخترمون الباطل على الحق سبيلا للإنسان في دفع ذلك إنه خلال إيجاب هذه الحصانة إيمانية كان يوجد النصر من ألعام الذين يتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربه فلا تكون أكثر من المرتبين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون يبغي أن نتعلم أولا كيف نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى قد مذاهبين جعلت الرجلين فعندما تتدارس والتظاهر عند التوحيد تقول أن التوحيد القصم إلى ثلاثة أقسام هذا التوحيد الربية هذا التوحيد للهية هذا التوحيد استاثم الزمان أن يقومون أن الله تعالى لم يطلع على ما يفعله لا بد من إعقاب هذا الباطل لا بد من مصرة الحق لا بد من يتمشف الحق لا بد من معرفة الحق يبغي أن نتعرف مع كل اسم الأسماء الله مع كل الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى أن نتعرف إلى هذه كيف أحطف هذه الصفة في واقع حياته لا بد من إعقاب هذا الباطل لا بد من مصرة الحق لا بد من التمشف الحق لا بد من معرفة الحق جعبة الحق يحتاج جد من الآن إلى دفاع إلى دفاع مستميل إلى مرات قوية الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يضع له عودا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسما ما يكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله وعلا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كذبة من تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فنعلك ناخر نفسك على آسابهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وإِنَّا نَجَاعِدُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا مِنْ نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمائنا إنه من يأتي الله فلا مضد له ومن يقدر فلا نابي له من بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما معه يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ طَافِهِ وَلَا تَمُرُّنَّ إِلَّا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّوا الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِهُ مُواهِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا جَوْجَلًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَانًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَنُونَ بِهِ وَالْأَرْحِمُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَطِيبًا يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُوعُوا قَوْلًا سَدِيلًا يُصْلِرْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَكُمْ وَقَدْ إِذَا فَوْدًا عَظِيمًا ثم أما معه أي رحبات فقد كثر في الأوينة الأخيرة انتشار هذه الأمراض من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات وطرح هذه الأمراض سواء كان من شهوات أو من شبهات في طريق المسلمين وعلى ذلك نقول أن هذه الشهوات أو تلك الشبهات لو تسللت إلى القلوب فإنها لا تتسلم إلا إلى ذلك القلب الخالي عن معرفة الرب سبحانه وتعالى ذلك القلب الخالي كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن القلوب وكيف أن القلوب تتشرب ذلك هذه الشهوة أو تلك الشبهات ولا سكة لا سبيل للإنسان في دفع ذلك إلا من خلال إيجاد هذه الحصانة إيمانية إلا في إيجاد هذه الدعائم وتلك التوابط في طيب الإنسان التي يستطيع من خلالها أن يقفع هذه الأمراض سواء كان من شهوات أو من شبهات جمهات ولذلك نقول أيها الأحباب إن كان هناك تشريق في دين الله تعالى أو كان هناك تشريق في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في آلة التشريح أو كان تشريق في الرب سبحانه وتعالى فلا دفع لذلك الأمر إلا أن نعتمد العقيدة التي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر اخترقت على 71 ملة وأن النصارى اخترقت على سنتين وسبعين ملة وأن هذه الأمة ستخترق على 73 ملة قال كلها في الدور إلا واحدة وما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه الفرح النارية ولكن وضع لنا البصش والمعنير والقواعب التي من خلالها نستطيع أن ندفع أي شبهة من هذه السبهات ولذلك هذا حرص الصحابة رضي الله عنه في سؤالين من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستخترق هذه الأمة على 73 ملة لما قال كلها في النار إلا واحدة فلما نسود عنه الواحدة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي فلنحن نحتاج إلى ذلك البناء العقدي هذا البناء ييمني أن نقيم قصص هذا البناء في القلب وأن نقيم قواعد هذا البناء في القلب بصورة صحيحة من خلاله عند ذلك نستطيع أن ندفع أي شهوة أو أي شبهة ولا تستطيع هذه الشهوات أو تلك الشبهات أن تتسلل إلى قلب المؤمن إلا وجدت ذلك السد المنية الذي من خلاله ندفع هذه الشهوات وتلك الشبهات وقريبه والسبيل لذلك هو أن نعتمد في هذه التغمية الإيمانية على ما اعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس قواعد الإيمان في قلوب الصحابة وما اعتمد في ذلك إلا على كتاب ربي سبحانه وتعالى وكثيرا ما نستمع إلى الكلام في دين الله نبارك وتعالى في الرقائب أو في كذا وكذا ولكن قلبها أن نجد من يتكلم عن الرقم سبحانه وتعالى المعلم من يتكلم عن هذه العقيدة وكيف نؤسس العقيدة في القلب لا نقول نؤسس هذه القواعد أو ضوابط الاعتقال ولكن نقصد بذلك أن نؤسس هذه العقيدة السليمة في القلب التي في حقيقتها تحرك هذا الإنسان لانتثال أوامر الرقم سبحانه وتعالى حتى نرى هذه النمازي التي رأيناها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول أيها الأحباب أن العنم بذلك هو أن نعتمد على الكتاب ومن ضاعة العقيدة بين الناس إلا عندما اعتمد الدعاء على غير المصادل الأساسية التي رب عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه فما رباهم إلا على كتاب الله تعالى وتعظيم النسول ورباهم على سنة صلى الله عليه وسلم فكانت هذه النمازيك الحية هذه النمازيك الصحابة رضي الله عنه نمازيك حية نرى كيف تحركوا بهذا الإيمان وكيف ممكن لهم عن طريق هذا الإيمان وكيف انتشرت ذلك الدين وانتشرت ربع ذلك الدين عن طريق هذه النماذج الحية التي رباه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بنظرة إلى كتاب الله تعالى ننظر إلى كتاب الله فنرى أن ذلك القرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى وقال لما من نجد من يتكلم عن ضب المعبود انتكلمنا فنحن نتكلم عن مظاهر ذلك التوحيد أو عن حقوق ذلك التوحيد أو نتكلم في مسألة القلوب في الرقائق أو غير ذلك لكن ينبغي أن نتعلم أولا كيف نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى فما هي معرفتك أيها الإنسان أيها المسلم بربك سبحانه وتعالى عندما يقول هذا ربي الذي أعلمه نقول صف لنا ذلك رب الذي تعلمه نجد أدنى معلومات الإنسان قليلة وإن كان قد تعرف على بعض من أسماء الله أو على بعض من صفات الرب سبحانه وتعالى نقول هذه المعرفة لا نراها معرفة ممتجة ولكن نرى أنه يقف عند حدود هذه المعرفة ولا نرى أصر بهذه المعرفة في حياته كيف تتعبد لله عز وجل باسمه كذلك؟ كيف تتعبد لله سبحانه وتعالى وصفته كذلك؟ إبقى لم نرى مقتضى هذه الصفة أو أقضى هذا الاسم في واقع حياة الإنسان على الرغم أننا لو نظر إلى الصحابة رضي الله عنهم رأينا الصحابة كيف كانوا يتعبدون لله تعالى من خلال الأسماء والصفات التي تسمى يا رب سبحانه وتعالى أو وصف بها الرب المعبول سبحانه وتعالى فنقول أن القرآن من أوله إلى آخره بيتكلم عن الرب المعبول سبحانه وتعالى يتكلم عن هذه القضية قضية العبودية قضية الملائية يتكلم عن الرب سبحانه وتعالى المعبول من أوله إلى آخره من اللحظة التي نبتدع فيها المصحف نقرأ ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فعلى ذلك هل وقفنا في يوم ما مع هذه الأسماء التي افتتح الله عز وجل بها القرآن منذر من بدء سورة الفانسحة الكلام فيها على رب المعبول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإذا نظرنا إلى آخر سورة في كتاب الله تعالى سورة الناس الله عز وجل يبيتنا كيف نتعبت لله عز وجل بأسماء وصبات من خلال توسل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى بأسماء وصباته أن يطفع عنا شرق لذي شرق وآخذ بنصيره ألم نقرأ ذلك في كتاب الله؟ في آخر سورة وقتتل بها المصحف ذلك التردير قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسفات الخرناس الذي يوسف في صدور الناس من الدينة والناس انظر تعلمنا من بداية القرآن من هو رب المعبور وتعلمنا جالك من أسماء وصبات الرب المعبور ثم تعلمنا بعد ذلك كيف نتعبد لله عن ترجل كيف نتصح بهذه المعرفة في واقع حياتنا والدعاء والعبادة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلمنا ذلك من بداية القرآن حتى ختم القرآن بهذه الصورة التي فيها التوسل إلى ضيء تبارك تعالى بأسمائه وصباته أن يدفع عنا شرقه لذي شرقه وآخذه من وصيره نقول أن هذه الأسماء الأول الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم ملك يومي فيه تتكلم عن رب سبحانه وتعالى وتتكلم عن أقسام التوحيد فعندما نتدارس ونتذاكر عند التوحيد نقول أن التوحيد ينصل إلى ثلاثة أقسام هذا التوحيد الروحية هذا التوحيد الإلهية هذا التوحيد أسماء وصبات نقول هذا التوحيد بأكمله تجتمل عليه الآيات الأول من صورة الفاتحة وكذلك تجتمل على هذه الأنواع المقصر فيها التوحيد أيضا آخر صورة من صور القرآن ثم ننظر بعد ذلك كيف تحدث القرآن عن الرب المعبول وعندما نتكلم أو عندما نقرأ في كتاب الله ليس المقصد من ذلك هو أن نستخدم ما تسمى به ربنا سبحانه وتعالى بن أسماء أو ما تسمى به من صفات ثم يكون حظ الإنسان المعرف والمبكع عند ذلك حتى نقول لا ينبغي أن نقص مع كل اسم من أسماء الله مع كل صفات من صفات رب سبحانه وتعالى أنظر إلى آله كيف تحقق هذه الصفات في واقع حياته أرى أثر هذه الصفات على سلوكياتي وعلى أقوالي وعلى أفعالي والله تعالى كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لم يكن أن ربنا سبحانه وتعالى قمها صيحة أو بعطيها أو بكتابتها أو طف عند حدود هذا المقصود لا ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لابد أن أنا أتعلم كيف أتعبد ربي سبحانه وتعالى بكل اسم من أسماء وبكل الصفات ووصف بها رب المعبود سبحانه وتعالى فلا يكون هم الإنسان هو أن يقوم بحظ هذه الأسماء وبذل الصفات لا حسب ولكن الهم والشغل الأكبر هو أن نقف على ما علم ذلك الاسم وتلك الصفات وننظر كيف تعبد ربي سبحانه وتعالى في الأليان كيف يحطف هذه العبودية التي خلقنا الله عز وجل من أجليات فننعنا نحتاج أن نتكلم كثيرا عن الرب المعبود ونتكلم عن أسماء ونتكلم عن ضباده هذه المعربة نقول لو نزلت في قلب الإنسان بصرة صعيمة نشأ من الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى ثم من خلال ذلك الإجلال والتعظيم الذي وقر في قلب الإنسان فرأينا ذلك الإنسان ينتجع للنفعات لانتتال أوامر رب سبحانه واقتناف بناها عنه ربنا سبحانه وتعالى فلذلك ما بينات أن من بداية أو أول القرآن إلى آخر ويتكلم عن الرب المعبود فما هو معرفتك أيها العبد بربك سبحانه وتعالى المعبود ولذلك الله عز وجل لما ناد على جميع القرح هذا النجاد الذي ورد بترتيب المصحف قال الله تعالى يا أيها الناس فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من طبلكم لعلكم تنتقون لم تنتهي الآية عند ذلك أو لم ينتهي وفر رب سبحانه وتعالى عند ذلك الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بنا وأنزل من السماء مام فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله عز وجل تفرد بالخلق والإيجاد الله سبحانه هو المتفرد بالخلق والإيجاد ذلك كانت بداية الأوامل التي أمر الله عز وجل جاء بها الخلق وهي الحكمة التي خلقها الله عز وجل جلج لها ورد ذلك لذلك يا أيها الناس فاعبدوا ربكم من هذا رب المعبور الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم أنتقون الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بنا وأزل من السماء بنا فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا هل تعلوا له سمية الله عز وجل لا يسميه أحد الله عز وجل لا ضد له ولا ضد له ولا كف له الله سبحانه وتعالى كما قال في قداله قلوا الله أحد الله صمت لم يرد ولم يولد ولم يكن له أفوال أحد الله تعالى لا يمثله شيء ولا يسميه شيء لا ضد له ولا ضد له سبحانه وتعالى فعلى ذلك نحن عندما نقرأ هذه الآيات نقرأ ونمر ثم ننتهي من الآيات حتى نأتي ونفذ على الآيات التي ترد بعد ذلك ينبغي للعب أن يكون له وقفات مع كلام الله تبارك وتعالى خاصة هذه الآيات التي تصف لنا الرب المعبود تتكلم عن الرب المعبود أتاعي ما تقول هذه الآيات ينبغي نفهم وأن تدبر مكتور ومعاني تلك الآيات خاصة التي تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى ونحن عندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى مرى ذلك جديدا نقول القرآن بأكمله من أوله إلى آخره يتكلم عن رب المعبود ونحن مجدنا كما نكون نتعلم من الجن من هذه الطائفة التي وقفت تستمح إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة السبح كما حكى لنا ذلك ربنا سبحانه وقد دذلت هذه الآيات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ننظر كيف أن الجن فهموا هذه الآيات وواعوا تلك الآيات حتى صدر منهم ما حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى الجن عندما كانوا يستمعون إلى هذه الجلاوة المباركة التي كان يقرأ بها تبين صلى الله عليه وسلم في صلاة السبح عند ذلك قالوا أن صدر فكانوا يستمعون وكانوا يتذكرون وكانوا يقبون على هذه المعاني حتى إذا اضطرقوا من صلاتهم كما بيّلنا ربنا سبحانه وتعالى كيف وصفوا هذا القرآن الله عز وجل كما قال فالأوحي علي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرسل فآمنا به ولن نشرك لربنا أحدا وأنه تعال جد ربنا من تقذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شبطا وأن ضمن أن لن تقول الإنس والإنس على الله كذبا انظر هل تستطيع أن تتكلم عن القرآن بنفس الصورة التي تكلمت به الجن عن كتاب ربها عن رغم أننا قد ترانا قرآن القرآن مرات مرات واستمعنا القرآن مرات مرات لكن انظر إلى الجن وإلى ذلك الوعي وإلى فهم الجن لكلام ربهم ثم كيف ترجمه ذلك الكلام أو هذه المفاهيم إلى تلك العبارات كما حكاها لنا ربنا سبحانه وتعالى قل فوحي إلي أنه استمع نقر من الجن فقالوا إنا سمعنا ترانا عجبا يهدي للرسل فما كانت النتيجة يهدي إلى الرسال كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن الجن قالوا يهدي للحق إلى طريق مستقيم يهدي للرسال فماذا كان الطول فآمنا به ولن نشرك برحبنا أحدا وأنه تعالى جب ربنا ما اتغذى صاحبة ولا ولد وأنه كان يقوم سفيهنا على الله شفطا وأننا ظمن أن لم تقول الإنس والإن على الله كذبا انظر كيف ننزيون رب سبحانه وتعالى عن الولد وعن الصاحبة وننزيون رب سبحانه وتعالى عما لا ينبغى يوصفين رب المعبوض سبحانه وتعالى وكيف أنهم آمنون بكتاب ربهم بمجرد أنهم استمعوا إلى تلك الأيان فكان النتيجة وكان الترجمة كما بيزنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أنهم كانوا يعظمون رب سبحانه وتعالى ويقدسون رب سبحانه وتعالى لأنهم من يوصف بيزنا يستحيل أن يكون له صاحبة ويستحيل أن يكون له ولد ويستحيل أن يكون له شريك في المل أولي من الظلم ولذلك قال الله تعالى عن كتابه تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات وقر ولم ينتخل ولد ولم يكن له شريك في المل وخلق كل شيء فقد تروا تقديرا واتقذوا من دونه آلها لا يخلقون شيء هم يخلقون ولا يمنكون لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يمنكون موتا ولا حياة ولا نشورا الله سبحانه وتعالى كما يطف لنا نفسا تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ثم شرعت الآيات بعد ذلك في الكلام عن رب المعبود الذي له ملك السماوات وطر ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المل وخلق كل شيء فقد تروا تقديرا واتقذوا من دون آلها لا يخلقون شيء هم يخلقون ولا يمنكون لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يمنكون موتا ولا حياة ولا نشورا فإذا تكلمنا من خلال القرآن رأينا ذلك الاهتمام البالي بمسألة الاعتقال بمسألة الإيمان لأننا بدنا نعلم أن فساد الأعمال ما كان إلا مظهر لفساد الاعتقال لابدنا نعلم أنه أين أن الفواحس قد انتشرت أن المبوطات قد انتشرت فما كان ذلك إلا خضى ذلك الخلل الموجود في الاعتقال خاصة عقيدة الإنسان في ربه سبحانه وتعالي وهذا أيضا ما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه نقرأ ذلك في كتاب الله كما قال سبحانه ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سبعون وأبصرهم وجلدهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلدهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقم الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه تنجعون وما كنتم تتترون أن يشهد عليكم سبعون ولا أبصركم ولا جلدكم ولكن ظنانهم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظنكم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاصرين انظر إلى فساد الاعتقاد وكيف أن فساد الاعتقاد يؤدي إلى فساد الأعمال إذا رأينا ذلك الفساد إذا رأينا الفراع المبقاد فعلى ذلك كيف نوصف أو نسخف ذلك نقول هناك خلل في الإيمان خاصة في معرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى هذا هو أصل الوصول عندما نتكلم عن الإيمان نقول الإيمان بالله ولكن نحن لم ندخل داخل الإيمان بالله كيف نتعرف عن رب سبحانه وتعالى كما قلنا معرفة ينسى من الخلالية هذا الإجلال والتعظيم من رب سبحانه وتعالى المعبود نرى أثر ما تعلمنا عن رب المعبود في واقع حياة الإنسان في ضد الإسلوكيات وأقوال حركات وسكنات والله تبارك وتعالى كما يبيننا ويحشر أعداء الله إلى النظر ويوزعون حتى إذا ما جبوها شهد عليهم سبعهم وأبصرهم وجلدون بما كانوا يعملون فتعجبوا ولذلك قالوا وقالوا الجلدين لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستدرون أن يشهد عليكم وشمعكم ولا أبصركم ولا جلدكم ولكن خننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون الله تعالى يبيه هذا عندما ارتكبوا مرتكبوا من مبقاد أو من فواعش من آساب ما هو السببت في ذلك فساد اعتقاد هؤلاء في ربيه سبحانه وتعالى ما كانوا يستدرون عند فعل هذه الفاحشة أو تلك الخيار ما كانوا يستدرون عن أعضائهم أو عن جواريهم ولكن يظنون أن الله تعالى لم يطلع على ما يفعلون يعتقدون أن الله تعالى لم يطلع على ما يفعلون فهذا الاعتقاد الفاسد في ربيه هو الذي دفع هؤلاء أن يرتكبوا مرتكبوا من مبقاد دون أن يستدروا عند فعلها أو ظنوا أن الله تعالى لم يطلع على ذلك انظر إلى جهد ذلك العاصي هذا الجهد يعلمنا من أمر ذلك الاعتقاد قالوا قالوا أنتقنا الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تتترون أن يشعر عليكم سمعكم ولا أبو صاركم ولا جدكم ولكن ضمنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ضمنكم الذي ضمنتم بربكم أرضاكم فأصبعتم من القاسرين فهؤلاء لما قبوا على وجود في الضار ما السبب بذلك فساعد اعتقاد هؤلاء في ربهم سبحانه وتعالى وعند ذلك ننظر هذا العاصي عندما يفعل هذه المعصية قد يفرح أنه قد فاز بهذه المعصية وقد غاب عنه متمانا أن الله تعالى يرى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يرد في قلوبنا من خواتر ولكن عند ذلك غفل الإنسان عن ذلك ألم تعلم بأن الله يرى ومع ذلك أن تنظر بعينيك إلى المحام أنت تنظر إلى ما حرم ربنا سبحانه وتعالى قد غاب عنك أن الله تعالى يرى يتكلم الإنسان بالكلام الفان والمكرار عند ذلك نقول قد غاب عن الإنسان أن الله تبارك تعالى يسمعه ففساد الاتقاد هو الدامع من عجاب الإنسان هذه الممقار ففساد الإعمال ما كان إلا صبع ومظهر لفساد اعتقاد هذا الإنسان خاصة في رب سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل بينا وحكى لنا ربنا سبحانه وتعالى جاء لي يوم ربه وجاء لي جهود أيضا بتفجير رب سبحانه وتعالى قال سبحانه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أخيان سنكتب ما قالوا وقد تنو الأنبياء فغير حق ونقول ننظر ما يكن ذوق عذاب الحريق ذلك لما قدم تيديكم وأن الله ليس بالرملاب هذه مقولة تكلمت بها اليهود انظر إلى كيف بتتسلل وتتصرف الشبى في طريق المسلمين هؤلاء لأوك ما قال لنا ربنا سبحانه قد سمع الله قول لذين قالوا إن الله فقير ونحن أغليان يفر لماذا قالوا هذه المقبولة ذلك أنه لما نزل في الآيات وأن الله تعالى قال من ذلك يقبل الله قبرا حسنا ويضعب له أضعافا كثيرة والله يقبل ويمزق وإليه ترجعون قالوا إن الله تعالى فقير ونحن أغليان لما سبب القول لم يفهموا الآية لم يفهموا مدول أو مقصود الآية وكذلك أيضا عندما تطرح السبهات في الطريق يعتمدون على جهل المستمع على جهل المستمع بعد ذلك يقولون هناك تضار هناك تضار في قول الله تعالى وفي قول النبي محمد صلى الله وكذا كل ذلك نقول هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل حضر لذلك بل بيّن سبحانه وتعالى أنه لابد أرد أرسل هؤلاء إلى العلماء حتى يبينون لك مدى ذلك التواضح بين النصور لأنه لا تعارض ولا قضاء بين نصوص الكتاب والسنة فكلها قردت من مشكات واحدة انظر إلى قول اليهود من الذي دفع اليهود إلى ذلك أنه لم يفهموا المقصود الآية فعند ذلك قالوا وصفوا الرب سبحانه وتعالى أنهم فقلوا نحن أغنياء لأن الله تعالى يطب منهم من الذي يفرض الله قرداً حسناً فعند ذلك قالوا الله عز وجل في عوض وفي حاجة يطب مننا المال فنحن أخياء والله عز وجل الفقير تقول أنهم لم يفهموا النصور ولو ردوا ذلك النص إلى العلماء لبيانوا لهم مدون الآيات ولكن لما أغلق على هؤلاء فهم أمثال هذه الآيات عند ذلك تكلموا بذلك الكلام فتكلموا بهذا الكلام التي توبق الإنسان لنتكلم هذه الكلمة في حق رب سبحانه وتعالى لذلك ما قال الله تعالى يقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلّاب العليق لذلك نستبق أن فساد الإنقاء خاصة بالله تبارك تعالى حيؤدي إلى فساد الأعمال فإذا رأينا هذه فواحس الأميقاء رأينا المعاصي ظاهرة اعلم أن هذا كنتيجة لذلك الخلم في الإيمان وكذلك في الإعتقاء ربنا سبحانه وتعالى بيّ لما أن قلوب الضالين قلوب متشابهة ولذلك قال الله تعالى إذا ما نقرأ في كتابه وكيف وصب رب سبحانه وتعالى بأوصاف هذه وصاب ما يبغي أن يوصب يا رب سبحانه وتعالى للمخلوقات الله تعالى كما قال لذلك في سور القريم وقالوا اتقل الرحمن ولده فقد جئت شيئا ادى تجاد السماوات يتفطان منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى أن دعوا الرحمن ولده انظر كيف تتفطر هذه المخلوقات كيف لا تتحمل أن يوصف الرب المعبود سبحانه وتعالى بهذه أوصاف التي ينزى عنها سبحانه وتعالى وقالوا اتقل الرحمن ولده وقد جئت شيئا تجاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى أن تعاوا للرحمن ولده وما يفقد الرحمن أن يتخذ ولده إن كل من في السماوات والأرض إلا آج الرحمن عدى وإحصار مع الضوم عدى وكلهم آجين يوم القيامة في فرد والأمر غير مخصور هذه الغيرة لا تكن مخصور على السماوات والأراضين والجبال ولكن انظر إلى غير ذلك الطائر هذا الطائر انظر إلى غير ذلك الطائر إذا عبد غير الله عز وجل إذا عبد غير الله عز وجل انظر إلى غيرته على التوحيد كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة معلومة للقرش والتاني قصة ذلك الهدو كما وصب selonه لنا ربنا سبحانه معلوم فانا سليماء عن السلام لما تفقد الطيب عند ذلك رأى الهدود تنغائباً فعند ذلك كان ذلك الوعيد الشديد من سليمان لذلك الهدود الذي غاب عن الطيب إلا أن يأتي بذلك بخبر من هذه الأخطار فلما أتى ذلك الهدود ماذا قال للسليمان قال أحط بما لن تحديه وجيتك من سبع بنابع اليوقين إني وجدت مرأة تنجيكم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يزددون بالشنس من دون الله وزين له الشيطان وأعملهم فصلتهم عن السبيل فهم لا يخدون فلا يذكروا لله الذي يفعج الخبأ بالسماوات والأرض ويعلم ما تكون وما تعملون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم انظر إلى هذه المعرفة التي استقرت داخل ذلك الهدود وطار غير مكلف ولكن انظر إلى هذه الغيرة عندما وجد القوم يزدون لغير الله تبارك وتعالى فأن لهم ذلك نحن نتعلم أوصافا لله تعالى من خلال ما مطق به ذلك الهدود لما أتى ذلك الهدود إلى سليمان الثلاث قال إني وجدت مرأة تنجيكم ووقيت من كل شيء ولها عرش العظيم وجدتها وقومها يزدون للشمس من دون الله وزيد له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيلهم ليأتدون ألا يزدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تكون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم معنى ذلك قل ذلك كانوا يزدون للشمس وزيد لهم الشيطان أن هذا والإله الذي يعبد دخل إليهم لكل مدخل الشيطان من جهل الإنسان وعصافا للرب سبحانه وتعالى انظر إلى وصفا للرب سبحانه وتعالى كما وصفا ذلك الهدود هل لا يزدد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تكون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم فنحن نحتاج أن نتعرف عن رب سبحانه وتعالى انظر إلى هذه غيرة جهة المخلوقات السماوات للأراضيين للجبال عندما نسهوا إلى الله تبارك وتعالى الولد لم نتحمل السماوات ولم نتحمل أراضيين ولم نتحمل الجبال ولم يتحمل ذلك الهدود فينبغي عليك أن تأولى أن تتعرف على ربك المعبور هذه المعرفة كما بينا ماذا ينطلب الإنسان مثل آليها إلى امتسان ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى كذلك هذه القضية ربنا سبحانه وتعالى يميّد لنا ماذا لو تعتدت الآليها ماذا لو تعتدت الآليها كيف يقول حد ذلك الكون لا ينطظم ذلك الكون كما قال لنا ربنا سبحانه أو كان فيهما آليها إن الله لا فسدت فسبحان الله رب العرش عما يصبون هو إله الواحد نعم هو الإله الحق سبحانه وتعالى ولذلك كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون عندما بنتظل الآيات نحن نكون بسد الآيات لكن في الحقيقة الأمر يحتاج أن تقل وقصة طويلة مع آيات الله سبحانه وتعالى خاصة التي تتكلم على رب المعبور قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكه كل شير ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أذيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتقض الله من ولد وما كان معه من إله إذن لا ذهب كل وله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصبون عالم الغيب والسهالة فتعالى عما يجركون انظر إلى هذا التقرير وهذا التقرير نحن نحتاج أن نقر بما أخر به الايان عندما بنقرأ لايان بدأ نستمر نقول أن كنفار believe كانوا يطلقون لله تبارك وتعالى بتوحيد الركوبية هذا كل علاقة الإنسان بهذه الأيان هذه الآيات دايما نستمع عندما يتكلمون عن كنفار كريش نقول أن كنفار كريش كان يقلون الله تبارك وتعالى بتوحيد الركوبية ثم نستغلها تلك الأيام كأن هذه الأيام ما نزلت إلا كسلت هذه القضية أنت أين منها أين أنت من هذه القضية هل فعلا نحن مقر كما أقرها هؤلاء هل استقرت هذه المعرفة في قلبك هل استقرت هذه المعرفة في قلبك رأى أين ذلك التغير على ظهر الإنسان على كنفياته على أقواله على أفعاله وبالتالي نحن نحتاج عندما نقرأ هذه القضايا نقرأ هذه القضايا ونقر بها في قلبنا وبالتالي قل لمن الأرض ومن فيها إن كنت تعلمون سيقول لله ونحن نقول لله سبحانه وتعالى أبلا تذكرون قل ما ربه السواد السبع وربه العرش العظيم سيقول لله أبلا تتقول قل من بيجيب لكون شيء ويجير ولو جروا عليه كنت تعلمون سيقول لله قل فأتت سحرون فلأتيناهم بالحق وإنهم لكاذبوا من تغضى الله من ولده وما كان معه الإله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على وقت سبحان الله عما يخدمون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يجبون انتظام الكون دل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى تفرض الرب المعبود سبحانه وتعالى قل هذه الظواهر نحن نمر علي مرورا ولكن ينبغي أن يقول لك وقبات نحن نحتاج إلى تحريك الإيمان في القلب نحن عندما نتعلم ضوابط الإيمان لكن نقول نحن نحتاج إلى تعريف الإيمان وإلى إنزال هذا الإيمان خاصة بالله تبارك وتعالى في القلب منزلها قلنا إنزالا ندل ذلك أو هذه المعرفة إنزالا في القلب يحدث منها ذلك الإيمان ينشأ من خلالها الإجلال والتعظيم لذلك سبحانه وتعالى فينتبع العبد المفاعة بالكثار وابن رب سبحانه وتعالى وعطر ذلك القلب الذي نرىه في حياة المسلمين ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيتنا وابرانا سبحانه وتعالى المنظر في ملكوت السماء والأرض عندما نقرأ دايما هذه الآيات الكونية نحن نمر عليها لم نتعلم أبدا كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بالنظر إلى تلك الآيات على الرغم من قصر التلك الآيات الآيات الأتورات في كتاب الله تعالى الله عز وجل عندما يتكلم عن صفات أولي الألباب قال الله تعالى إننا في خلق الشراء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين تكوننا قياما وطلودا وعلى تلودهم واتفكرون في خلق الشراء والأرض نقول هذه عبادة أصبحت من عبادات المقبولة هذه عبادة لا مقصومة لها في حياتنا الآيات كثيرة وذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتاب وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ننظر في ملكوت السماء والأرض ولكن نحن نعلم أن العبادة تتمثل في صلاة تتمثل في صيام لم نعلم أن عبادة التفكر في خلق الله تعالى وفي تلك المخلوقات اتدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى تحقيق أسماء رب سبحانه وتعالى لم نتعلم كيف نمارس هذه العبادة عن رغم أنها عبادة مارسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه وبيّدنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نمارس هذه العبادة كما بيّننا في خلال الآيات إن في خلق السلام الأرض واختلاف الله عنها لآيات الأولى الألباب الذين أخبروا الله قياما وقلودا وعلى قلوبهم وتفكرون في خلق السماوات الأرض ربنا ما خلقت هذا بطيلا سبحانه انظر بعدما تفكروا في خلق السماوات الأرض ونظروا إلى ذلك الكون وإلى انتظام الكون بعد ذلك كان أمنط بذلك ربنا ما خلقت هذا بطيلا سبحانه تنزيل لله كبره وتعالى وما نطق بذلك التنزيل إلا بعد تطقيق النظر والتعامل في ملكوت السماوات الأرض لذلك إحنا نقرأ الأيات مثلا نقرأ في صورة النبأ ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوجاتا وحلقناهم ألواجا وجعلنا نواجل شباتا وجعلنا تأجل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا في قبل سبعا شدادا وجعلنا الزراجا وناجا وإنزلنا من المنصوات ماء سجادا لنخذي حبا ونباتا وجلاتنا المابا إبقى اقترائقنا لأدبات تكون بهذه الصورة هذه هي اقترائق نقرأ بيها ولكن يبغي أن نقوم مع كل من ألم نجعل الأرض بهذا انظر كيف أن الله تعالى بسط على الأرض ما هذا للأرض لو لم تكن الأرض بأذي الصورة ما استحالت العيش على ظهر الأرض انظر إلى نعم الله وذلك انظر إلى من الرب سبحانه وتعالى هذه القضية لما هذه الآيات التي تكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى هذا الخلق وذلك الكون المشهود عند ذلك قف مع كل آية من الآيات قف ليس المقصد من ذلك هو أن نقرأ الآيات وأن نمر على الآيات لكن ما فهمناهم تلك الآيات ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أودادا نقول لو لم تكن هذه الأوداد على الأرض لماتت من الأرض ما استطاع الإنسان أن يسير ولا يمارس الحياة على الأرض ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أودادا وخلقناهم أدواجا ودعالنا نومكم سبادا ودعالنا الليلة جبادا ودعالنا النهار معايا وبدأنا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سرادا وهاجا وأزلنا من المحطوات ماها السجادة لنخرج بحبا ونباتا وجنات ألفافا هذه الأيات تتكلم عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى وعن نعمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده هذه الأيات وردت في سورة النبأ بعدما ذكر الله عز وجل الكلام عن هذه الطائفة التي تنكر البعث فبيلنا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق ذلك أليس ذلك بقادرة على أن يحيى الموتى بلد بلد سبحانه وتعالى عما يتسألون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم تأتي الآن بعد ذلك نتكلم عن صدق الله عز وجل نتعلم منها أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى نتعرض على قدرة الرب سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث كما أن الله تعالى والذي أنشى النشاة الأولى هو قادر على بعث الأموات من بعد الموتين والذي كما أنشى الخلق الأول فالله تعالى قادر على ذلك أوليس الذي خلق السيد الرجل قادر على أن يحيى الموتى بل هو القلاق العليل إنما أبره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانه من بيده من أكثر لشيء وإليه ترجعون نبنقرأ الأيات ونمر على الأيات سرعة قراءة العبد للأيات لا تدع له وقفة مع هذه الأيات وعرغم هذه الأيات لا نقول أنها تستغرب ساعات ولكن تستغرب أياما مع الإنسان نقرأ ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا هم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطى جلالا وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ملاها ومرعاها والجبال أرساها ما داعت لكم والأنعانيكم نقول نمر على الأيات انظر لماذا أتت هذه الأيات في ذلك الموتى وهذه الأيات تتكلم عن ماذا تتكلم عن ماذا فعلى ذلك نقول آيات تتكلم هذه الأيات فهذا الكون المشهول ما يعلق العبد ذلك الكون المشهول ما دل علي ذلك الكون المشهول من عظمة الخارج سبحانه وتعالى والتقديث أسمائي سبحانه وتعالى نتعلم ذلك الله معز وجل بيّن لنا في سورة عبد قال الله تعالى فاليوظو الإنسان إلى طعام أبنا صببنا الماء صببا ثم شقبنا الأرض شقب فأمدنا فيها حبا وعلما وغبا وزيتونا ونفلة وحدائق غلبة وفكافا وأبا ما تعلموا لأنعملوا قلنا على ذلك نعمى نوع الطرف نعمى نوع الطرف لما يستمع إلى هذه المنظومة بتقرأ هكذا لكن الهاجب تتكلم عن إيه هذه الهاجب تتكلم عن الرب سبحانه وتعالى الهاجب تتكلم عن قلب الرب سبحانه وتعالى عن عظمة الخارج سبحانه وتعالى فاليوم اليساني للطعام أن صببنا الماء صببا ثم شقبنا القضى شقبا فأنبتنا فيها حبا وعلبا وخبا وزيتونا ونفلة وحدائق غلبة وفاكهة وأكبر متاعا لكم الأنعاج كيف نقبل نعم رب سبحانه وتعالى أن لنا بذلك الطعام وذلك الشراب أو هذه السكن على ضرر الأرض أو استقرار سعى الأرض كل ذلك من فعل الخلاق العليم سبحانه وتعالى الله تعالى هو الذي تفرد بذلك الله سبحانه وتعالى بيّذنا أن دعوة الأنبياء كان الدعوة لتوحيد الله ما من نبي الله وقال لقومه اعبوض الله ما لكم من نوع رجل هل تضرونه هذا ذلك النبي لما كان يتعدد مع القوم كان يدعوه لهذه المقولة فقط ولا كيف كان يبعي القوم تعلمنا ذلك عندما قرأنا قبل ذلك في سورة نوع عليه السلام هذا نوع عليه السلام كيف دعا القوم قال له ما لكم لا ترجون جداء وقارن وقد خلقتهم أكوارا ألم تروا كيف قال الله سبع سماوات انتباقا وجعل القمر فيهن هرون وجعل الشمسة راجل والله أبتكم من الأرض نباتا ثم يعيشون فيها ويخرجون في الخارج والله جعل لكم الأرض بصاصة لتسلكوا منها سبلا فجالا انظر إلى نوع عليه السلام كيف يعلم القوم كيف يوحيدون رب سبحانه وتعالى أنه المتفرد بذلك بهذه النعمة التي أنعم فيها على القوم هذا أخرى أن يستجب الإنسان لرب سبحانه وتعالى الله عنه ذنب بيتنا هذه قضية الدعوة بين الله والدعوة أساسا هو دعوة إلى توحيد الله إلى أن نفرد رب سبحانه وتعالى في ربو بيته في أفعاله في أسمائه في صفاته جنة العلال ولذلك لو قرأنا في كتاب الله من أوله إلى خير نجد أن القرآن يتكلم عن رب المعروض اقرأ ذلك في سورة الأنعام اقرأ سورة الأنعام ولا بد أن نقوم بجراث سورة الأنعام خف على أفعاله رب سبحانه وتعالى وعنده مفاتح ضيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحث وما تصد من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الله ولا رقب ولا يابس إلا في إتاب المبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتوا في النهار ثم يبعدكم فيه ليقضى أجل مسنة ثم ليه مرضعكم ثم ينفركم بما كنتم تعملون ووالطال فهو أعباده ويخصر عليكم حظر حتى إلا جاهدكم من كوفاة رسولة وهم لا ينفركم ثم ربتوا إلى الضيب ألا لا والحب وأسرع الحسن وواسرع الحكوم كل من يججيكم من ظلمات المضرب المعين تدعونه مضرب وخفين لأن جانا من آله لنكون لدى ونشك كل الله نجيكم منها ومن كل قبل ثم لنكم تشكون كل من قادر على أن يرحس عليكم معلاما من الغوض أو من تحجير عربي أو ينفسكم شيعة ومذيق بعضكم بأس بعضا أمثوا كيف نصرفوا الحياة لعلهم يفضعون كلام عن الضار إلا الله تاني من الحك وثابه وأنه يقرأ هذا النظر حتى اختفى من قبل الله سبحانه وتعالى ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالقوا كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيف اقرأ ذلك اقرأ وقف مع الآيات هذه الآيات يعني سعي للنسان لو يعني يسعى إلى حفظ الآيات لكن ايه معنى الآيات ايه أصل آياتي في حياة للنسان الله تعالى تكلم بالآيات عن ما فعل وقدم للعباد عن أفعال الرب الذي يتفرد بها سبحانه إن الله فالقوا الحد والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك الله فهنم فكور اقرأ بعد ذلك الآيات حتى تصل لقول الله ذلك الله وكيف لا إله إلا هو خالقوا كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيف لا يدرك الأمصار ويدرك الأمصار وهو الوطيف الخليل اقرأ ذلك نحتاج إلى دراسة سورة الأنعام هذه سورة عظيبة سورة تكلمت عن الرب المعبوض سبحانه وتعالى نتعلم منها الكثير والكثير عن الرب سبحانه وتعالى نحن نحتاج أن نقرأ عن الرب المعبوض نقرأ ذلك في المصحب من أوله إلى آنسان انظر إلى من الرب سبحانه وتعالى الله معز وجل جمع لنا جمع لنا هذا الكلام عن الرب المعبوض نقول في سورة ختم بها المصحب هيا يا سورة الإخلاص قلوا الله لأحد الله الصمد لم يلي ولم يولد ولم يقل له هو الأحد عندما ننظر إلى تلتيب سورة الغرآن في سورة الفتحة اهدنا الصراط المستقيم تطلب ذلك الأسرار يأتي الإجابة عن ذلك المصحب بأكمل يجيب على ذلك الله يجيب نقول القرآن من أوله إلى الخير يتكلم عن الرب المعبوض ثم جمع الكلام بهذه السورة وبالتالي نقول هذه السورة حريب للإنسان أن يقرأ ويتأمن في صورة الأخضار نحن نقرأ كثيرا عندما يقرأ بها الإمام لماذا نقول قرأ بالسورة قصيرة تهينا النصرات نقول كيف يستطيع الإمام أن يأتي إلى آخر هذه السورة سورة قصيرة ولكن انظر إلى المعادل التي اجتملت عليها السورة فيها صفر الرحمن كما قال ذلك الصحابين لدبيه محمد صلى الله عليه وسلم والدبيه محمد قال على أنها سلطة القرآن قل والله أحد في ذلك أحد في أسعاره أحد في أسماء أحد في سبابه أحد في روياته أحد في روياته قل والله أحد وقل الله أحد في أسعاره لم يلد وليولد ولن يحب له هو الحب هو الذي تصمد إليه أدخلان في حوائجها وفي مسائلها والله عز وجد هو الغني الحكيم الله سبحانه وتعالى هو الغني الحكيم وبالتالي نقول نحتاج أن نقرأ القرآن ونقف عنده هذه الآيات التي تتكلم عن الرب المعبور لو وقرت هذه المحبة بصورة صحيحة في قلبك لن دفع العبد اتساعاً إلى اتساع كل ما أمر به ربي سبحانه وتعالى وأن ينتهي عما لها عنه ربنا سبحانه وتعالى وإذا رأينا ذلك الخلل في سلوك الإنسان اعلم لوجود الخلل في الإيمان فلحنا نتعلم أساساً طوابة الإيمان نقول وضاي نحن درسنا إلى الكلام كالكلام التوحيد وعلى ذلك لم نرى أثر لهذه الدرسة في حياته لكن لو أردنا أن نتعلم التوحيد فلا نتعلم التوحيد إلا من خلال القرآن من خلال دراسة القرآن بهذه الكيفية التي وقدت في كتاب الله تبارك وتعالى وإن يكون لنا هذه الوقفات والوقفات مع تلك الآن تكلم عن أفعاد الرب السبحانه عن صبات الرب السبحانه وتعالى عن رببياته عن إلهياته عن أسماءه وصباته لك هذه الوقفة ثم تنظر خصر ذلك الكلام في وقف الحياة حيث أعتمد هذا الكلام في وقف الحياة كما نقول لأن الله تعالى فما نقول فما معنى أن الله تعالى سميا إذ معنى لك типنا سbekنا أو يستفير ذلك الإيسان أن الله تعالى تعالى سميا معنى ذلك أن الله تعالى يسمع كل ما أتمن به تمت تخين ان samples يصحر ذلك المعنى يغيب هذا المشفن للغلب أن الله تعالى يسمع كل ما اتمن به أطرى ذلك الإنسان من الممكن أن يتلقى بكلمة سيئة أو قبيثة أو قبيحة ممكن يتكلم يتلقى في مجرد فيها قيبة أو نميب وأتكلم بذلك طرى ذلك الإنسان ممكن يتكلم بالموقع من القمر أو بين الفاتح من قول الله لماذا؟ نقول أنه رقيب على نسانه الإنسان رقيب على نسانه كيف أدت هذه المراقبة؟ أنه يعلم أن الله تعالى يسمع ما يتكلم به سواء تغرى بذلك أو استصرى بذلك القمر وبالتالي نقول أنه لو وقع ذلك المشر وأقام ذلك المشر في القلب صورة صعيحة لا تنتهى تماما من الكلام نقول المذيب أو الفاحس من الكلام أو الكلام الممتع أو غير ذلك من الكلمات والذي يستخدرها الإنسان يستخدرها الشرط فنقول غضب النور يتعلم أن ترقصنا كلنا نعلم أن الله تعالى سيئة لكن أنظر إلى حالك نقول في هذا اليوم كم كلمة سيئة تكلم بها الإنسان كم كلمة سيئة تكلم بها الإنسان لو كان مستصحبا لذلك المعنى عند ذلك الاتهى لكان ذلك الرقيب على نسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان يؤمن من الأوليوم الآخر قال إيه فليأكل خيرا أو ليصر الضعب الدايب عشان أطفل السلوك أقوال أفعال هو هذه المشاهدة التي يقيمها العظم في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المشاهدة التي يقوم العظم في إقامتها في قلب فربي سميع ربي بصير ربي وهاب ربي رزاق ربي غالب يبقى دي مشاهدة يقيم العظم في المشاهدة في القلب ولا قامل بسلوك الإنسان ولا بسلوك الإنسان للطريق المستقيم إلا من خلال إقامت هذه المشاهدة في القلب بسرعة صحيحة ينتب عنها ذلك العلم نحن نريد عقيدة مبتية ليست عقيدة عقيمة نتعلم دوابط الاحتفال ومن كحام الإنسان يتعلم دوابط السير بالسيارة لكن أين الممارسات؟ الممارسة نحن نريد أن نمارس الإيمان ممارسة الإيمان حضراه جريا من خلال تطريقات الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى ولذلك يمن أن الله عز وجل من رحمته بعباده أنه جمع درعات بأرصاب من تلك الصورة القصيرة ولعلها هي من أول الصور التي يتعلمها الإنسان في حياته أنظر إلى ذلك الضف الذي بدأ يعني فيه الإجاب أنظر إلى الآن الضف أول ما يتعلم يتعلم ما ترسه قل هو الله أحد الله الصورة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أقول قول هذا أستحر الله برسال الله برسال الله الحمد لله أحمد وكعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ إليه من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يهديه فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ورحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد النبي رميه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى خميته وآله صلت على إرهيم وعلى آله إرهيم فإن لك حمير مجيد أما بعد فمن يبعي الله ورسوله فقد رشد ومن يحصي الله ورسوله فقد غرد ولا يغرب إلا نفسه ولا يغرب الله تبارك وتعالى شيئا أما بعد أيضا فإن الحديث عن الحق وعن الحقيقة وعن دعوة الحق حقيث طويل وحقيث عميل لأن الحقيث عن الحق وعن دعوة الحق هو حقيث عن الرب جل جلاله وتعالى عظمه فالله عز وجل هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فالحق هو الله سبحانه وتعالى الحديث عن الحق وعن دعوة الحق هو حديث عن القرآن فالقرآن هو الحق المبين قصصه هو الحق كشعاده هي الحق كوجهاده هي الحق الحديث عن الحق وعن دعوة الحق هو حديث عن الإسلام فالإسلام هو الحق والحقيقة وما عداه باطل الحديث عن الحق وعن دعوة الحق هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي الحق الذي بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو حديث طويل الحق ودعوة الحق والحقيقة حديث عمير ولكن هذا الحق يراد إسكاته هذا الحق يراد جماله هذا الحق يراد إخباءه هذا الحق يراد إمصاءه لذلك يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحبوا به الحق يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحبوا به الحق لا يحبون الحق يعلمون أنهم على الباطل الكفار أعداء الإسلام يعلمون أنهم على الباطل ومع ذلك يجادلون بهذا الباطل ليدحبوا به الحق قال الله تبارك وتعالى واتخذوا واتخذوا آياته وما أنزروا هجوة هؤلاء من أسرقين قال الله عز وجل له لا تلبسوا الحق بالباطل وتتكموا الحق وأنتم تعلمون لا تلبسوا الحق بالباطل وتتكموا الحق وأنتم تعلمون الحق معروما الحق معروما الحق توحيد الله عز وجل الله واحد لا تالي له ولا ثالث له ولا صاحبة له ولا إم له ولا شريك له ولا من له ولا كو له هو الذي يحاسب العباد وهو الذي يهين العباد ربنا جل وعلا حي لا يموت هذا هو الحق عند غيرنا يعتقدون أن الله يموت ويقوم من بين الأمواع ويصعد إلى السماء فيصنعون عيدا يسمونه عيد القيامة المجين يعتقدون أن الرب قام من بين الأمواع ثم صعد إلى السماء الحق أن الله لا يموت الحق أن الله ليس له بلد الحق أن الله ليس له صاحبة الحق أن الله واحد لا ثاني له ولا ثالث له هذا هو الحق وهو معلوم من دين الإسلام حتى من التوراة بعد تزييفها وزيادة فيها وحتى من الإنجيل بعد الزيادة فيه والحفظ منه هناك دلائل كثيرة على أن الله واحد لا ثاني له ولا ثالث له ولا صعبة له ولا ولد له وأن الله هو الذي يدين العباد وحده لا شريك له وأن الله حي لا يموت هذا هو الحق الحديث عن دعوة الحق هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صدقه وعن أمانته وعن معجزاته التي برمت ألف معجزة ألف معجزة كما جمعها بعض العلماء وصنف فيها كتبا فالحديث عن الحق حديث طويل لن تكلمنا عن توحيد الله تبارك وتعالى باستقالة مع ذكر الشواهد من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة الصحيحة بل حتى من التوراة بل حتى من الإنجيل لطال بنا الحديث لو تكلمنا عن نبي الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن دلائل صدقه وعن معجزاته التي بلغت ألفا لطال بنا الحديث لن تكلمنا عن القرآن وعن إعجاز القرآن الإعجاز العلمي في القرآن الإعجاز التشريعي في القرآن يكفي يكفي أن تعلم وأن تمرأ أن خبراء الاقتصاد من أهل الغرب ومن أهل الإسلام أجمعوا على أن العلاج الناجح والرحيم بهذه الأسمة الاقتصادية العالمية حدها بالإسلام بالإسلام بالقرآن باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بإلغاء الربا والتعاملات الرباوية هذه معجزة هذا إعجاز أقر به الناس وتوصلوا إليه أخيرا علاج الأزمات علاج الأزمات بالعودة إلى القرآن والسنة إلغاء الربا وإلغاء القوائد وأن تكون الفائدة صفر في المئة هل يعرفنا هذا الحديث عن الحق هو حديث عن القرآن وإعجاز القرآن التشريعي وإعجاز القرآن العلمي وأوجو الإعجازات الكثيرة للقرآن الكريم الحديث عن الحق وعن دعوة الحق عن الحقيقة هو حديث عن الإسلام الدين الخادة الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي خير الإسلام دينا فلن ينبل منه وهو في الآخرة من الخاصلين ولأن الله عز وجل ينسل لنا ندوة أخرى نتكلم فيها عن قول الله عز وجل ويجادل الذين كفروا بالباطل لينحظوا به الحق كيف يجاللون بالباطل ماذا يزمنون في باطلهم وكيف يحارمون بهذا الباطل دين الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى ما هي الشبهات التي تثار حول الحق وحول الحقيقة لإخبائه ولصرف الناس عنه ولتخويف الناس منه شبهات شبهات وتشابلات نوجها ناحية الحق لضحبه وإخبائه وإصائه وتخويف الناس منه أسأل الله أن يجسر لنا لقاء آخر جامعا نتكلم فيه عن قبل الله عز وجل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليحظوا به الحق واتخذوا آيائه وما أنذروا هجوان ولكن حديثي الليلة عن هذا الحق الظاهر الواضح كيف كيف يدربه الناس لماذا يدربونه بعد ما عرفوه هل هناك أسباب؟ نعم هناك أسباب هناك بعض الرؤوس هناك شخصيات كبيرة يعرفون الحق ويعرفون الباطل ويختارون الباطل على الحق مدرسيات ونوعيات من أرضوص كبيرة من المشاهير من المشاهير يعرفون الحق ويعرفون الباطل الحق مدرسيات واضح جداً أبلت مثل الشمس في رابعة النهار شخصيات ونوعيات ونفسيات السياد يختارون الباطل على الحق وهم يعلموه وهم يعرفوه. اذكروا منهم على سبيل النساء هراق. عظيم الروم. هذا انسان كان ملكا. هذا ملك الروم. هذا قيصر. وهو في نفس الوقت هراق. هذا قيصر. هذا ملك الروم. ارسال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة. وحقيقها في صحيح البخاري. حمل الرسالة دحية لخليفة الكلمين. رضي الله عنه وارضاه. وصل الى الشام. في توقيت كان هراقله. قد وصل الى مدينة حمص. بالشام. في سوريا. وكان هراقله. قد تغلب على الفرس. الافلامين غلبت الروم في ادنى الارض. وهم من بعد غلبهم. سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. وغلب الروم. تغلبوا على الفرس. واستعاد الروم صليبهم الاعظم. الذي سُرِب منهم. وزُهِمَ بيه الى بلاد فارس. واستعادوه مرة ثانية. ومسى هراقه من حبس الى بيت المقرس. ليعيد الصليب الى مكانه في الكنيسة. في هذا التلقيق ارسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسال الى هراقه. امر فيها بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى هراقه. عظيم الروح. سلام على من اتبع الهدى. اما بعد. فاسلم بسلم. اسلم يبتك الله اجرك مرتين. فانت وليت فانما عليك اسم الاليسيين. وقل يا اهل الاتجاة تعالوا الى كلمة سوائد بيننا وبينكم. ان لا نعبد الا الله. ولا نشرك به احدا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا. فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. وصلت الرسال الى هراقه. وقرئت عليه. وترجمت له. ترجمت له. المعاني التي فيها. ترجمت له. فسأل هل هناك قوم هل هناك رجال من قوم هذا الرجل الذي يظهر انه نبيه. امر بالبحث عن رجال من العرب من قريش والمكة. من قوم هذا الرجل الذي يظهر انه نبيه. وبعلا وجدوا ابا سفيان كان في قافلة تجارية الى ملاد الشام. ومعه نفر من اهل مكة. فاحضروا الى هراقه. فامر باصحاب ابو سفيان فصفوا خلفه. وقال لكل جماله قل له ولهم اني سائلك عن اشياء. فاصدقني. وقال لمن خلفه ان كذبني فكذبوه. ثم تكلم مع ابو سفيان عن هذا الرجل الذي يظهر انه نبيه. قال هراقه كيف نسبه فيه. قال اولا من اقرب الناس نسب بهذا الرجل الذي يظهر انه نبيه. قال ابو سفيان انا. اقرب القوم نسبا به. فقال هراقه. يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم. قال ابو سفيان هو فينا زمنسا. قال هراقه هل كان من ابائه من مات? قال ابو سفيان لا. قال هراقه هل كان احد قبله? قال ما قال? قال ابو سفيان لا. فقال يا رب اشراف الناس يتبعونه ام معفاؤهم? قال ابو سفيان بل معفاؤهم. قال يا رب ايزيدون ام ينقصون? قال ابو سفيان بل يزيدون. قال يا رب هل يرتدت احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه? قال ابو سفيان لا. قال يا رب هل يتبع? قال ابو سفيان لا. قال يا رب هل يتبع? قال ابو سفيان لا. ونحن منه في هنة في مدة لا ندخل ما هو صانع فيها. ولم تمكنه كلمة غير هذه ان يطعن في رسم الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رب كيف الحرب بينكم وبينكم? قال ابو سفيان سجاد يدال علينا وندال علينا. قال يا رب بماذا يمرون? و الى ما يدعوكم? قال ابو سفيان يدعونا الى ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا. ونخلع الاوثان. ويأمرنا بالصلاة وبالصلة وبالصدقة وبالعفاد. قال يا رب سألتك. قال يا رب سألتك. عن نسبوا فيكم? فقلت وفينا ذنسب. وكذلك الرسل يبعثون في انساب اقوامهم. سألتك هل كان من ابائه احد الملك? قلت لا. قلت لو كان من ابائه احد الملك لقلت رجل يطلب ملك ابائه. سألتك هل قال احد قبله مثل ما قلت? قلت لا. قلت لو قال احد قبله وهذا القول? لقلت رجل يهتسي بمن كان قبله. سألتك اشراف الناس يتبعون ام ضعفاؤهم? فذكرت ان ضعفاؤهم الذين يتبعونه وهو اتباع الرسل. سألتك ايزيدون ام ينقصون? قلت بل يزيدون. وكذلك الايمان حتى يتم. سألتك هل يبدل احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه? فذكرت ان لا. بعض الناس ممكن يلتد عن دينه ولكن ليس سخطة للدين. وانما لاسلام اخرى من اجل الماديات من اجل الدنيا من اجل الشهوات من اجل المدلدات اما ان يلتد احد من اصحابه واتباعه سخطة لدينه. قال ابو سفيان لا. قال هرب. وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته الكلوب. وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته الكلوب. لا يتبع احدا. سخطة اللدينه. قال برب سألتك عن عن الكذب هل يكذب? قلت لا. قلت عرفته انه ما كان يدع الكذب على الناس. ويكذب على الله. سألتك هل يغنر? قلت لا. وكذلك الرسل لا يغنرون. سألتك عن الحرب بينهم وبينه? قلت سجاب. كذلك الرسل حتى يتم لغن الامر. في الاخر مع اللوصة سألتك ماذا يأمرون? لا. انما قال له ان كان حقا ما تكون فسيملك مرض اقدامي هاتين. هيملك لحد اين? حتى من واحد. فسيملك تحت قدمي هاتين. اسمع. قال اعرف. ولو اعلم اني اصل اليه. لتجشلت الوصول اليه. لتحملت الصعوبات حتى اصل اليه. و لا غسلت عن قدميه. صلى الله عليه وسلم. لو اعلم اني الاصل اليه? لتجشمت وتحمل الوصول اليه. ولغسلت عن قدميه. اغسل رجليه. صلى الله عليه وسلم. والحديث بالصحيح البخاري ثم قال لابي سبيان انطلق لشأنك يقول فلما خرجت قلت لقد امر امر ابن ابي كفشة ان اصبح ملوك بني الاصفر يخافونه على انفسه وصلت الدرجة بالنبي محمد صلى صلى ان ملوك بني الاصفر ملوك الروب هراب خايف على نفسه وقول ان كان حقا ما تقول فسينبقه موطق قدمين يا هاتين وحسب هذا الحوار كان اين في حمس في سوريا ثم لما وصل ايراب الى بيت المقدس ارسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة اخرى روى حبيث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبلغ هراب لعني رسالة وله الجنة وله الجنة قال رجل يا رسول الله قبل ان لم يقبل قال نعم دخل في الاسلام ما دخلش اللي يبلغ رسالة له الجنة قال النبي مام اخدها رجل من الصحابة ثم القى دفعها الى هراب دون ان يفصح عن نفسه قال هراب من صاحب هذه الرسالة وهو آمن قال الصحابي هنا قال الصحابي هنا قرأها هراب والصحابي حاضر فقال هراب لانباعي واصحابه ارسل ملاء رسالة يقول فيها ان هراب قد تابع محمدا وترك النصرانية امر بالابواب فاغبقت وجمع البطارق والقساوس والقوات وقال ان هراب قد تابع محمدا وترك النصرانية فحارسوا حيصة الوحش وحيصة الحمر انطلقوا الى الابواب في سرعة الحمير وفي طريقة الحمير واحد انطلق هنا والثاني هنا والثالث هناك ونصروا نصروا من هناك لما قلمهم انه تابع الاسلام فاستدعاه وقال امتحنتكم في دينكم ما زبت على النصرانية يقول عن نفسك رضيت عنكم هذه خدا ثم قال لرسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأيه واني اخاف على ملكي وكتب رسالة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره انه مسلم لما وصلت الرسالة الى رسول الله صلى الله وسلم قال كذا معلوم الله انه على نصرانيته دي ما دخلش الاسلام يقول لرسول ابو الشفيان قد كنت اعلم انه خارط وما ضمنت انه منكم قد كنت اعلم انه خارط بقي نبي مذكور في التوراة والانجيل الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكة يقولي رفض قد كنت اعلم انه خارط وما ظننته انه منكم يعلم ابو سفيان يجاوب وهرب لي يترجم له انت قلت كذا فعلا كل حال يقوله النسب اه ده نسب الانبية حد قبل كده قال نفس الكلام يقول له لا حد من اواء ملك لا اصراف الناس يتبعون اقام الضعفاء يقول له الضعفاء العدد يزيد حبي بيرتد لا انا حبش يرتد بيتفق بيقدر الحرب بينكم وبينه بيقول لكم ايه كلها اجابات توصل بيها يا رفض الى صحب رسالة محمد صلى الله ورسلم دخل في الاسلام ابدا حبي يحافظ بين كل المصار اجنعوا البرش تخش بالاسلام فجمع البطارقة والقصروس الرجال الدين والقوات قال لهوا ان انا دخلت بالاسلام لو سكتوا يخش بالاسلام لو اعترضوا الملك بتاعوا يضيع يعلم الحق يعرف الحق ويعرف الباطل ويختار الباطل على الحق من اجل الحفاظ على ملكه وعلى مملكته هناك نفسيات لهذا الوصف هناك نوعيات لهذا الوصف يعرفون الحق ويعرفون الحقيقة ويضربونها ويضربونها ويضربون بالباطل ويضربون بالحق معساة كارثة هذا حادث في عالم البشر هذا واقع في عالم الانسان دعوة الحق يتركها البعض في اسباب الدنيا مال مل اسمع مثال ثاني رجل رجل دين كبير جدا عند النصاب اسمه ابو حارف هذا كان على ايام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابو حارف من اي من نجران نجران في جنوب الجزيرة العروية نجران مساحة كبيرة عبارة عن ثلاث وسبعين قرية يقتمها الانسان في يوم يوم كامل المسافة التي سكنين فيها النصارى نجران يوم كالثلاثة وسبعين قرية فيها اعدادها الى من النصارى انطلقوا في وفد سمي في كتب السيرة في وفد مجران الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوفد نزلت بشأنه آيات كثيرة من سورة آله الراه شديد راكب الوفد التام راحوا للنبي صلى الله وسلم السورة فيهم اربع عشر رجلا من الاسراف فيهم الاربع تشر واحد من المشاهين يعودوا امرهم الى ثلاثة واللائع تشرق دول في النهاية ستسافوا على ثلاثة واحد اسمه السيد لقضه السيد والتاني لقضه العاقب والتالي ابو حالثة صاحب مدارستهم صاحب المدارس الدين والتعليم والمعاهج والمدارس والدنيا لكلها أبو حارف أنا حوصل بيك حد المدينة الأول وردعك للطريق لما وصلوا إلى المدينة وصلوا بعض صلاة العصر ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا معه كانت عندهم شبهات إيه الشبهات كانوا بيعتقدوا أن سيدنا عيسى هو الله لبدا لأنهم كانوا يخلقوا من الطين كهيئة الطير ثم ينفخوا فيها فتكونوا طير جد الله عن ذلك هم كانوا يعتقدوا هذا كان يبرو الأتمى والأبرس ويحيي الموت دي كانت شبهة إن سيدنا إن شاء الله وبعدين جمال العجيب أنهم كانوا بيعتقدوا أنه ابن الله العجيب إزال هو الله لإذن الله إذن الله عكس باك فالإيه شبهة دي جاءت لهم من إين قالوا للنبي لا يعلم له أب من أبوه هم كانوا يفكروا ما مش أب إبقى هو إذن الله أبوه اعتقدوا هذا والأمر الثالث اعتقدوا أن الله ثلاثة لماذا؟ قالوا فيه نصوش كتيرة ربنا يقول خلقنا أمرنا قضينا فعلنا قالوا لو كان واحد لقال قضيت فعل أمر أعطي هذه شبهات هذا القرآن يرد على كل هذه الشبهات اتنين بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيتكلموا الكلام منيابة عن الكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرجلين أسلم قال قد أسلمنا قال لن تسلم فأسلم قال قد أسلمنا قبلك قال يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليف وأكلوكما الخمزير يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا ما هو إسلام وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جبتم شيئا إدا فكان السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتفذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آيات الرحمن عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه لوم القيامة فردا قال يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكم الصليف هذا يمنع من الإسلام ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبالاة نزل صد من سور الآل عمران قرأها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الإجابات اللهم الإجابات على هذه التساؤلات التي كانت عندهم تساؤلات على هذه الشبهات التي كانت عندهم آيات من سورة آل عمران فيها الرجل الشابي والجواب الشابي عن هذه الشبهات ولكنهم لم يقتنعوا فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة في اليوم التالي ورفضوا من اللي كان يتكلم أبو حارث ابن علقمة هذا رجل من بني بك ومع الرجل التالي لجبل النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول أبو حارثة انت وصلتين على رجل كنت عايش يقول ايه هرجعك للزكة القصرة رواها ابن القير في زال المعاج أن أبو حارثة هذا أبو حارثة ابن علقمة لما توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على بغلته ومعه أخ الله اسمه كرز ابن علقمة أبو حارثة ابن علقمة أخوه كرز ابن علقمة فعثرت بغلة أبو حارثة البغلة بتاعته اتعطرت وقعد وقع أبو حارثة أخوه اتحمى قال تعسى الأبعد بيجي على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي السكة دي ده الشؤم بتاعه بنتطير تعسى الأبعد ده الأخ بيجي على النبي علشان أخوه أبو حارثة اللي هو رئيس المدارس العبيب قال أبو حارثة لأخيه بل أنت تعست عبيب بل أنت تعست قال الكرس ولماذا دخلها قال والله إنه للنبي الذي نجده في كتابنا صلى الله عليه وسلم قال ما يمنعك من اتباعه قال ما صنع بنا القوم شرفونا وأكرمونا وآطونا وبنولنا المدارس فإن بيته منعوا عنا كل ما ترا الرجال المنزلة ده في السن قولنا لو انتبعت كل دروق المدارس والمنزلة والشرف والأموال والمكانة والجاو كل دروق هو عارف الحظ وعارف الحقيقة عارف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عارف دعوة الحق عارف الإسلام عارف القرآن عارف الحق والحقيقة ويترق كل هذا يترق كل هذا فأضمرها كرس أقول اللي من شوية كان بيقول على الدجم تعس الأبعب أضمرها كرس بن علقمة فلما وصلوا إلى المبينة أسلم لله رب العالمين الله من شوية في السكة يقول تعس الأبعب أضمرها يقول له أشهد أنك رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حارفة أقول لك السبب لم يسلم لم يسلم رجل دي أسباب قال لو تبعتم لماءوا عنا كل ما فرح قال إن القوم شرفونا وأكرمونا وأعطونا وبلوا لنا المدارس فلو تبعتم ذهب عنا كل ما فرح سوف اللي بيبدأ الناس على الحق وده الرسل الكبيرة عند النصارى أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده رئيس المدارس والمعاهد والكمليات أيام الرسول صلى الله وسلم يعني ده مسألة خطيرة جدا الحق يا جماعة لو واحد طلع من المركب عشان الحق الحق يستاني لو واحد ترك الوجاهة والمنزلة والشرف والعطايا عشان الحق الحق يستاه مش عند النصارى بس شوف اليهود أيام النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه الإيمان مسلم في صحيحه عن أبي هريض رضي الله عنه قال كنت بوابا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أختيك يا بوراية رضي الله عنك يا بوراية قال كنت أحضر من أحضار اليهود ويقول يا محمد يا محمد يقول ابو ريرا فدفعته في صدره فوقع لي اسمه زقته صدره وقع على اسمه قال ماذا تتعوني جنريك وانبيه قال ابو ريرا هل لا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما اناديه باسمه الذي سمناه بيه اهله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى اليه الحظ فقال النبي صلى الله وسلم انا محمد اسم الذي سمناه بيه اهله لماذا جئت قال اليهودين حظر من احوار اليهود جئت واسأله قال النبي صلى الله وسلم ينفعك ان حدثتك قال اسمع باذني وكان مع النبي صلى الله وسلم عاصر فجلس وجعل يخطه بيه على الارض ثم قال الرجل يرده سلم اسم في اليهود بدأ اسم من اول اهل الجنة دخولا قال النبي فقراء المهاجرين يدخلون قبل الارمياه بنصف يوم خمسمائة سنة قال اليهودين صلى الله وسلم قال اليهودين فما طعامه اول ان الدخولين دول فالنبي قاله زيادة كعب الدنيا ما تحفتهم ده اول سؤال الاولاني ما تحفتهم التحفة هو اول ما يقدم احنا بيخش عندنا ضيف التحفة بتاعته تجيب له فكهة مثلا او قبير عصير اول ما يقدم للضيف الداخل قال اليهودين ما تحفتهم قال النبي صلى الله وسلم زيادة الكبد النون الزيادة يعني الفصل الايصر النون الحوت ويقوله عن الحوت ايه من الفادييات تخيل انه بيولد زي البنى الادم مش زي الاسماء الاسماء دبير تعلمون اذا انما الحوت ما يغطر بيولد ففيه شباب من الفادييات والكبد بتاعه زي كبد الانسان في الفصل اليمين الكبير لو انت عارف كبدك في الفصل والفصل الشمال جدا الزيادة فاليهود يسأل عن تحفة اهل الجنة فالنبي يقول له زيادة كبد الحوت حتى الفصل الشمال بتاعه الايصر بتاع الحوت قال اليهودية صلاة فما ضعامهم على اثرها على اثر التحفة قال النبي صلى الله القصة ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يرعى فيها الطور الذي يرعى في الجنة ده الكبش بتاع سيدنا ابراهيم بتاع سيدنا يسماعيل والقصة دي قصة عجيبة مش هكتمل فيها دلوقتي قصة الفداء هالقصة الفداء عند المسلمين زي القصة الفداء عند النصارى ان سيدنا ابراهيم فدى فدى البشر وبني آدم وتحمل عنهم الاوزار والاخطاء لذلك مات على الصغير قصة الفداء دي زي قصة الفداء بتاع اسماعيل موضوعات وشوهات موضوعات وشوهات موضوعات وشوهات مش دلوقتي يصدر الله لنا لذكره ان شاء الله اين دخلنا في المسلمين الفداء ينحى الله ثور الجنة الذي كان يرعى فيها طيب قال صدق اليهود يسأل كيف ينزع الولد فالنبي قال ان سبق ماء الرجل ماء المرعى اذكر باذن الله وان سبق ماء المرعى ماء الرجل امك باذن الله قال اليهوبي صدقت وانك لنبي وانصرف ولم يسلم عشيب صدقت وانك لنبي كنه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس يقول للعرب خاص وانصرف ولم يسلم ايه النفسيات ديه ايه النوعيات ديه وهذا حضر من احبار اليهود ده رأس كبيرة عند اليهود ده حخام مثلا اكبر من الحخام كمان وفي الاول لما قال له جئت واسأله سيت اوزوت عليه قال جئت عن اسألك عن امر لا يعلمه الا نبي او رجل او رجلان الا اسئلة حلالة ديه ما يعرفوش الا نبي وراجل او اتنين هو واحد من الراجلين واحد تاني عنده تم خبيه كل واحد عنده تم خبيه معلومات نخبيها ليست للتداول مش للناس فقال للنبي جئت واسألك عن امر لا يعلمه الا نبي ورجل او رجلان ما هو واحد منها فضل الرجل تاني عبد الله بن السلام جراب يطعن وارضا يقول لك الحق فينا صيات بترفض الحق والحقيق وهي تعلم عارفين التوحيد عارفين الاسلام عارفين القرآن عارفين النبي عليه الصلاة والسلام بادلة من الكتب كما ذكرت لك قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل فيه اليهود عارفين والنصارى عارفين من رفل كان عارف وأبو حارس ابن عالقمة كان عارف وهذا الحبر اليهوطي عارف بل روى أنس أن رجلان من اليهود قال أحدوهم للآخر انطلت منا إلى هذا النبي نسأله فقال إساني لا تقل النبي إن لو أربعة آية يطعن في النبي قلتش نبي نور مع عيوب فأتيا قال جبنا نشطوك عن تسح آيات تسح آيات قال لا تسريكوا بالله شيئا انت بتخيل التسح آيات العصى والطوفان والجراب والقمبل والضباضع لا قال آيات التسح لا تسريكوا بالله شيئا لا تسريكوا لا تزنوا لا تقتلوا لا تفعلوا كذا قال حتى ما أخذهم قال لهم في الآخر ولكم خاصة يهود لا تعتمس السابق الرواب كده فقبلا يديه ونجليه وقالا نشهد إنك نبي وانصرفا ولم يسلما نعوذ بالله من الخذان ونعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الخسران الحق واضح جدا بس بعض النفسيات ما تقبلوش يكرهون الحق يحبون الباط هو عايز الباط اليهود كده مثال مشهور جدا حيائي بن أسطر رئيس اليهود كلمت عنه بنته أمنا أم المؤمنين صفية بن سحيير بن أسطر ماذا قالت رضي الله قالت كنت أحب ولد أبي إلي وإلى عمي أبي ياسي عندنا أخوات كل أنا أخوات أبويا بيحبين أكثر وكل أخوات وعمي كمان بيحبين أكثر من أولاد لم ألقهما قد في ولد لما إلا أخذاني دونهم بتقول عمي وبيها مشهوريش مرة إلا ويخدوني أنا من وسط الولاد يشروها يحضلوها يقبلوها خليئ لهم جدا تقول فلما قدم النبي صلى الله سلم المدينة ونزل قبا انطلق أبي وعمي أبي ياسي مع غروب الفجر فلم يحفيها إلا مع غروب الشمس فأبا كسلا ليني كان ليني ساقميني يمشيان الهوية الهوية قالت صفية فسامعت عمي وهو يقول لأبي أهو هو؟ قال نعم رحوا يوم كان من الفجر المثل يدوروا على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا لكن رجعوا ماذا بقى؟ تعدنين فعم ما؟ يقول لأبو بتقول إيه؟ فلما فتعرضت لهما فلم يلتفك إليك مع ما بينا من الغم ما بيش مرة يشروها إلا يشروها إلا اليوم يقول ساسمعت عمي ويقول لأبي فهذا هو؟ قال نعم قال أتعرفه وتثبته عندك إثباتات عليه؟ تعرفه قال نعم قال ماذا عندك تجاهه؟ قال عداوته والله ما حييت نعوذ بالله ليه؟ أهو هو؟ قال نعم هو النبي الخاتم النبي المنتظر آخر الأنبياء آخر المرسلين أهو هو؟ قال نعم أتعرفه وتثبته؟ قال نعم إثباتات أدلة طرهين قال فماذا عندك تجاهه؟ هتتبعه؟ خش بالإسلام ماذا عندك تجاهه؟ قال عداوته والله ما حييت طب ليه؟ وانت عرف إن ده الحق؟ شوف في نفس يعرف الحق عرفين كويس أو سرعون ما كان يعرف الحق؟ سيدنا موسى قال لها قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصير وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة استيقنتها أنفسهم الآيات عارفين؟ عارفين الحق ودعوة الحق وعارفين الحقيقة وعارفين كل حالة عارفين الصح وعارفين الغلط بس يختاروا الغلط وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغل يتخذوه سبيلا في ناس كده في نوعيات كده في نفسيات كده ممكن تبقى كتيرة كتيرة فبالمشركين برضو كان يعرفوا أن النبي حق صلى الله سلم والنبي صاد وعمين قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكننا مفالمين بآيات الله يجحدون هذا الأخنس ابن شريف ابن شريف كان اسمه قبيب سموه الأخنس لسبب من الأسباب في غزو البدر ما داعلي بجرآن الأخنس ابن شريف يوم غزو البدر خلق بأبي جهد قال يا أبا الحكم ماذا تقول في محمد قال إني لأعلم أنه صادق وأنه نبي ولكن تنافسنا نحن وبنوا عبدنا أطعموا فأطعمنا وأعطوا فأعطينا وحملوا فحملنا حتى كنا كفرسين نهان نتسويين جنب بعض كده من دات السباب فقالوا منا نبي فمدى نترك هذا والله لا أكتبه نزل قوم الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعلمون أن النبي صادق وإن النبي نبي من نبي الله إنهم لا يتبعون الحقين نفسيات كده كتير من المشركين من اليهود من النصرى من المنافقين نفسيات ونوعيات كتير دا اليهود والنصر ربنا قال عنهم الذين آتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون أثناءهم يعرفونه كما يعرفون أثناءهم وإن فريقا منهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربه فلا تكونت من المرتلين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وهم يعلمون الحق من ربه فلا تكونت من المرتلين ما هي النفسيات دي ما هي النوعيات دي أعداد أعداد الحق هو الله يحب الحق يأمر بالحق دينه دين الحق كلامه هو الحق نبيه هو الحق الحق كله من الله عز وجل إنما الناس يجادرون بالباطل ليضحطوا به الحق يقولوا إيه؟ موضوع كبير موضوع كبير أول كيف يجادرون بالباطل ليضحطوا به الحق عشان يلغوه يقولوا إيه؟ اللي بيروه الشبهات التساؤلات كتيرة يسل الله لنا بفكرها طيب إحنا نعمل إيه؟ إحنا نعمل إيه؟ أولاً هناك ناس يقرأ القرآن ويعرفوا أنه الحق وما انتبعوه هناك ناس بتقرأ القرآن من أعداء الإسلام يقرؤون القرآن ليخرج الشبهات عشان يجيب ثغرات عشان يجيب شبهات عشان يجيب طعنان كل آية ممكن يطلع منها وشبها كل آية ممكن هذا القرآن حمال أوجه اللي يقرأ القرآن وهو يجب الهداية يهديه الله والذي يقرأ القرآن وهو لا يجيب الهداية لا يزداد إلا عمى القرآن يعميه انت انت فكر لما يرى القرآن يهدي لا ذا القرآن يعميه ذا القرآن يدله ولا يزيد إلا خسارة ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الظالم يقرأ القرآن يخسر أكثر اللي مش عايز يحتاجه مش بيدور على الغداية على الهدى وكلامه يقولك باسم الله لا تقرأ القرآن يفكر تدبى كلامه التين عن القرآن باستمرار القرآن هو الحق الحقيقة المجردة الصافية النقية الصافعة القرآن الكتاب الوحيد لم يحرف لم يبدل ليس فيه زيادة ولا مقصاد إنا نحن نزمنا الذكر وإنا له لحقظون هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه نسأل القرآن ربنا قال في القرآن قل هو للذين همنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ياه والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر لما يسمع القرآن ما يخشش البهر في آذانهم وقر وهو عليهم عمى عرب لأنه مش يسمع عشان يهتدي مش يقرأ القرآن عشان يهتدي شو من المنافقين لما كانوا يخشوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمعون إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواهم يسمعوا القرآن والسنة والإسلام فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا نقول لهم شوية وانتم ما سمعتوش انتم ما فهمتوش ما بفهموش أبو صفيان في يوم من الأيام هو أبو جاهل والأفنس ابن الشريح الثلاث كل واحد منهم يحب يسمع القرآن بالليل لواحد في مكة كل واحد راح عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان يرى القرآن بالليل في صلاة القيام اللحيم الليل بصوت عالي فأبو صفيان وقف في نحية وأبو جاهل في نحية والأفنس ابن الشريح في نحية لحق الصدر لما انصرفوا جمعهم الطريق فالدلاوهم انت جيت ليه؟ الشباب بتعمدك يفتن يفتن المنفكرين اللي بخش يفتن بقى ده كده تباكم ده كده بقى ايه؟ ضد تزعموه خافوا على الشباب من الفتنة وتعاهدوا ألا يعودوا مرة ثانية كل واحد قال باس دعاه هيتتزموا بيه أما روح انا بقى ايه؟ اسمع الواحد الليل التاليه كل واحد راح وخد زاوية خد رب خد اتجاه سمعوا القرآن لحد الصور ما طلعوا فجمعهم الطريق فتلاوهم وتعاهدوا ألا يعود الليل التالية فتعاقدوا وتعاهدوا ألا يعود الصحبة دخل الأخنس ابن الشريف على أبا شكيان قال يا أبا حنظلة كن يبتعك يا أبا حنظلة ما رأيك كيما سمعت؟ رأيك كيما انت راب قال لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد منها واسمعتوا أشياء لا أعرفها ولا أعرف المراد منها تبليغ المسكيان مش عارف المراد منها والقرآن فيه لغة المهر الغاز الغامر تبليغ المسكيان هؤلاء كانوا أهل اللغة أهل الفصاحة أهل البلاغة عرق يسمع القرآن سامح داك ماذا معناه؟ المقصد كيف يسمع القرآن عايز الهدى؟ حقيقة مرة واثنين واثنين واللي بيسمع القرآن علشان الشبوعات يستغرقوا الطعامات القرآن يزيدوا هدى ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوت العلم ماذا قال أنه؟ أولئك الذين طبع الله على دروبه واتبعوا أحواه النهاردة أنا كلمتكم عن جدير عن الناس عن هراك وأبو حارفة وأبو جاه واليهود والمنافقين لما نتكلم عن نهاردة الحق برضو ليحارم في شبهات في تساؤلات في تشريكات في طعنات فرق من المستشريخين قاموا بدراجة القرآن والسنة ليس لحثاً عن الهدارة وإنها بحثاً على الشبهات والطعنات واستجدوا هذا في الكتب والكتب بيدرسوها وبيوسعوها بينشروا الباطل وبيحربوا به الحق طب إحنا نعمل إيه؟ لا بد من إيقاب هذا الباطل لا بد من نصرة الحق لا بد من التمسك بالحق لا بد من معرفة الحق في ناس كتير يا جماعة ما تستغربوش من المسلمين مش عارفين الحق فيه مش عارفين إن القرآن هو الحق مش عارفين إن محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق مش عارفين إن التوحيد هو الحق والإسلام هو الحق مش عارفين في شهاد في ضعنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليأتي أنه على الناس زمان لا يدري الرجل لا يدري الرجل أظالم هو أم مهددي يدري الرجل أظالم هو أم مهددي وحباً على الضلال ولا على الهدى أنه على حقه من كتر الشبهات والتشريتات الطعنات جاه أمراض في القلوب وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطعنات وهذه الشبهات في الحديث الذي أخرجه الحاكم وقال على شرق السيخين ووافقه الذهبين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يكسر فيه القرى ويقل فيه الفقهاء يرفع فيه العلم ثم يأتي على الناس زمان يقرأ القرآن فيه بجان لا يجاوز فراقيهم ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل المشرك المؤمن بمثل ما يقول به المؤمن يجادل فيه المشرك المؤمن يقول له تعال أجد عمدك كذا بمثل ما يقول به المؤمن القرآن نحن يقوله واسلنا يجي المشرك يجد تعال أقول لك القرآن كذا شبهات تشفيكات طعانات النبي كان نبع بهذا الزمان كونوا أنصار الله كونوا أنصار الحق كونوا أنصار الحقيقة دعوة الحق تحتاج منكم الآن إلى دفاع إلى دفاع مسلمين إلى مواقف قوية الباضل ينتجش الآن الباضل ينتشر الآن الباضل يهاجم الآن ماذا أنتم فاعلون لنصرة يعد الدين الشبهات تصدوها تردوها ترد عليها على أصحابها هناك شريحة من المسلمين جهات لابد أن نصل إليهم نتخرج إليهم لابد من كسر الحوادث في حوادث بيننا وبين المسلمين في ناس مسلمين كتير ما بنسلمش عليهم سلم عليهم ده دول في خطر سلم عليهم ده دول في خطر اسأل عنهم ده دول في خطر دور عليهم دول في خطر بعض الناس كادوا أن يرقوا في الشبهات في بعض الناس غرآنين واللي غرآن هو هتقول له ده لي عودتك في الوقتي هو هتقول له شدوا طلعوا طلعوا من الغرب يغرأ من باطل طلعوا شدوا لأول وعلموا بعد كده قل له ده لي عودتك في الوقت في تشريكات في طعنات في مغالطات توزه إليه في قطاع من الأمة النهاردة مش مننا صحيحة مش علينا بس قرب يضيه مننا قرب ينجرب ليسمح الناس بيستفردوا بيه ويزنوا على وجانه ممكن يخبر لو في مرض في قلبه مرض حيضيع بس إنت أعمل اللي عليه مرة تانية يقول الناس يا جماعة اطلعوا للناس كلموا الناس سلموا على الناس زوروا الناس ادعوا الناس مدوا دلكوا للناس علموا الناس انصحوا الناس ونجيوا الناس كونوا أنصار الله الدين محتاج نصر دلوقتي كل واحد معاش في وقت ان حد يتكاثل أو يتكاثل ما في وقت ان واحد يتأخر عن نصرة الدين والدفاع عن دين الله عز وجل كل ما نكون أنصار الله كل واحد حسن الكاميات واحد بيعرف يرد على الشبهات عن طريق الإنترنت يرد واحد يوزع متيبات أو كتب على الناس وعدايا وشرايط يوزع واحد يقدر يجيب الناس المسجد يجيب واحد يقدر يزور الناس واحد يقدر يقعد مع الناس يقرى مع الناس يدرس الناس الدين محتاج مننا تعب محتاج مننا جهد محتاج مننا بلد الدين لا تتقعش لا تتأخروا عن نصر هذا الدين فيا له من دين لو كان له رجال يا له من دين لو كان له رجال قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله فأمان الطائفة من من يسوئيل وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوه فأصبحوا الظاهرين كونوا أنصار الله في بعض الأوقات ساعات محتاج لقوة جنبي في وقت من الأوقات قال الله ما عز الإسلام بأحد الرجلين عمر بن خطاب أو أبي جهد فالنبي يقول الله ما عز الإسلام بأحد الرجلين عمر قوي وأبو جهل قوي محتاجين نصرة محتاجين قوة محتاجين رجال فالنبي يدعي يطلب من الله اللهم نصر الإسلام بأحد الرجلين محتاجين وأنتم يدعلكم وأنتم يدعو لما تشوف واحد قوي يا رب انصر الإسلام بهذا الرجل القوي النصر النصر هذه قضية مهمة جداً شوف مسألة تعرف أحوال الناس الصعبة أخي بيسأل يقول في الكلية يقول معي أحد الأفراد في الجامعة بلات أدعوهم للصلاة أن نذهب المصلي ثم نعود إلى المحاضرة كانوا يأتون معي في أول يومين استجابة حيوة ثم بدأوا يقولون واحنا جايين هنا لكي نصلي أن ندرس وبدأوا يتجنبوني ويخاصموني وينشغلون الأغاني كي يستفزوني وينشغلوني يا مسلمين يا ليه ايه الأحوال دي ليه كده يروح الجامعة مع الأخي ومين وبعد كده يتجنبوني وينشغلوني وينشغلوني ليه ليه سمبنا كده ليه سمبنا يفكر بالطريقة دية ليه يخاف من الجامعة ليه يخاف من الصلاة ليه ينشغل احوال صعبة والله احوال سئئة والله قادي نوعية ومنها بطير كعالة للشهادون ليه كده يا جماعة ليه كده ليه كده ليه تخصموني ليه كده ليه كده ليه كده ليه كده ليه كده يخلّمه يفكره فيه نوعيات كده كده كتير احنا حنصرفه ذلك عارف النوعية ناقية لما يجي واحد يشككه في الدين يروح يقول له تعالى نسمعك أغاني تعالوا نسفرك كندا تعالوا نسفرك استراليا تعالوا نشوف لك شغل برا تعالوا نبديك فلوس قالوا النوعيات دي تروح خايف من الصلاة خايف من المسجد خايف من الأخ يخصمه ويقضعه ويستفزه بعد كده يشغله أغاني ايه ليه تزعله هو دلك على الشر والفساد قالك على حاجة وحشة ليه تستفزه تزعله النوعيات دي أبعاتهم فيه أماتهم فيه إنا لله وإنا إليه رجول اللهم أعزنا بالإسلام وأعزنا بالإسلام واخصرنا بالإسلام واخصر فينا الإسلام اللهم اغتع قلوب الناس الحق والإيمان اللهم أفلح قلوب الناس للحق والإيمان اللهم أعرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأعرنا الزاق لا باطله والزقنا اجتنابه اللهم أعرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأعرنا الزاق لا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افلح قلوبنا للحق والإيمان يا أولي الإسلام وأهله بسكنا الإسلام حتى نلقى اللهم احفرنا بالإسلام الضاهرين واحفرنا بالإسلام الضاهرين واحفرنا بالإسلام الراطين اللهم لا تشبتنا عدوا ولا حاسدين اللهم احسن حاقبتنا في الأمور كلها وارزقنا بالخزي الدنيا والعباب الآخرة اللهم ارزقنا حلاة الإيمان وبشاشة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وطوة الإيمان وحقيقة الإيمان وصفر الإيمان ونقرأ الإيمان اللهم ارزقنا اليقين والعافية اللهم ارزقنا اليقين والعافية اللهم لتدعنا في هذه الليلة تذبت إلا رضرته ولا مغيرا إلا شفيته ولا مهيلا إلا رحمته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا كربا إلا كشفته ولا عاصا إلا هديته ولا هرما إلا فررته برحمتك يا أرحب الراحمين اللهم هيئنا من أمرنا رشدا وهيئنا من أمرنا من فترة ويوم هذه عن المنكر سبحان ربي لرب العزلات أمر أسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر